مجلس بلدية الجنوبية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إنشاء أسواق صغيرة بما يسمى بلوكات تجارية محاطة بأربع شوارع مفصولة عن التصنيف السكني وتوفر مواقف سيارات خاصة بها كذلك لا يسمح بالاستخدام السكني فيها بمعنى أن يكون العقار مخصصا للاستخدام التجاري فقط وذلك بدلا من تحويل عدد من الشوارع داخل المناطق السكنية إلى شوارع تجارية والتي قد تتسبب في الإزدحام واستياء المواطنين خصوصا التي تكون بين الأحياء السكنية ذكرتنا التي رفعناها اليوم لمكتب سعادة الوزير إنشاء بلوكات تجارية في الأحياء القديمة إذا ممكن والحالية والمستقبلية وإن أي منطقة مثلا مناطق السكنية الجديدة التي تنشأ أن يكون فيها بلوكات تجارية أن الأهالي هم يأتون إلى هذه الأسواق ما يصير بالعكس أن الأسواق هي تدخل عليهم أحياءهم السكنية هذا طبعا بيخفف من الازدحامات بيخفف من أمور كثيرة ونركز الأمور التجارية في أماكن معينة في حدود معينة وفيما بعد ناقش المجلس آخر المستجدات وما تم التوصل إليه حول المشاريع المقامة بالمنطقة وما سيقام مستقبلا بالإضافة إلى بيان آلية التنسيق بين المجلس ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تم الاجتماع مؤخرا مع وزارة الأشغال بخصوص مشروع ألبا مشروع ألبا بيقلل الازدحامات بالمنطقة مدة المشروع ثلاث سنوات وبيبتدون إن شاء الله في دوار نويدرات وبعدين فترة بيبتدون في دوار ألبا أخيرا تباحث الأعضاء استعدادات المجلس لموسم الشتاء والأمطار مؤكدين جاهزية المجلس والجهاز التنفيذي لأي طارئ في هذا الشأن إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين